أجلس في خلوة مع الذات وقفة مع النفس بعيدا عن ضوطاء ومشاغل الحياة لأراجع يومي وأعيد حساباتي لكن قبل الإقدام على ذلك أدخل إلى جوحة كينونتي حيث الصمت والسكوم ومن هذا المنطلق أراقب بصفة المراقب المنفصل أراقب أحداث اليوم أراقب غدود أفعالي تجاهها استجاباتي للمواقف أراقب الأفكار التي وردت في عقلي المشاعر التي خالجت قلبي لا أسطر أحكام لا أنطقت ولا أنوم الزاد أراقب فقط من هذا المستقر في داخلي أعلم أن عقلي اعتاد على التفكير بالآخرين اعتاد على التفكير بالمواقف اعتاد على إعادة صيارة الأحداث وتركيب مشاهد من نسج الخيال اعتاد عقلي على الهيان في أفكار عشوائية مضيعة للوقت والطاقة اليوم أنه يبدأ في تغيير هذه العادات التفكيرية حالما تنشأ في العقل لذلك كلما نشأت في العقل أفكار مديعة للوقت كلما نشأت آراء ليست لها أهمية أنتبه لها وأوقفها ثم أعود إلى المستقر الثابت في داخلي أعود إلى الوعي بالذات الخالدة الفضرة السليمة روح وبكوة العزيمة أفصل عقلي عن المؤثرات الخارجية التي أمليت عليه الأفكار والمشاعر أستعيد السيادة على عقلي اليوم اليوم أكرر هذا التوكيد الإيجابي الأفكار الحائمة تهدر الطاقة وتهدر الوقت أما أما الأفكار الإيجابية التي تدور حول الفضرة السليمة فهي بناءة وحقيقية اليوم أؤكد أنني روح طبيعتها السلام فضرتها السلام أستشعر السلام الحقيقي لأنني السلام لا شيء سوى السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة